اشتركوا في القناة محصورة بين التنائي البلجيك و لوكاكو واللاعب السربي ميتروفيتش لعب فولهام الإنجليزي وكانت التقارير السعودية قد أشرت في وقت سابق أن نادي الهيلل استهدف التعاقد مع اللاعب السري في حال عدم استفقات اللاعب ميتروفيتش أو لوكاكو ويتم استعداد إدارة النادي السعودي ليدعف خمسة واربعين من يورو في ثلاث سنوات لإتمام استفقات ويرغب نادي الهيلل في تدعمها الهجوم بضم مهاجم جديد في الميركات والسيف الحالي خصوصا مع دراحل اللاعب الناجيري واللعب المالي موسى ماريغان عن الفريق السعودي ما جاء في التقارير أن نادي الهيلل رفض التعاقد مع نصري ولا يزال النادي الهيلل السعودي يطمح للتوقيع مع المهاجم لوكاكو أو اللاعب ميتروفيتش من الدول الإنجليزي ممتاز وفي حالة فشل هذه السبقات سوف يكون الخير القديم هو يوسف انصري إذن لا شيء بخصوص يوسف انصري وانادي الهيلل ولا يزال اللاعب ينشط في صفوف إشبليا ونتمنى بقائه في أوروبا ترجمة نانسي قنقر